تبون بياب أنت تتعرفش حاجة العلمة كايدة المؤمن رسمع العيدة مالكة أنا عارف يا مصطفى الفاتر الفاتر دي كانت صعب علي قوي ممكن أكتر حاجة وجعتني أن أنا تصدمت في أهلي أو لا مش مهم ده أكتر حاجة ده قاعدتني أن أنا بجد تواجعت تاني أنا نقول شعارة في عدد الأزمة دي من غيرك شكرا أنت كنت في داري بجد أنا همضى لجنبك في داريك على طول سديني كل أنا ممر بالظروف صعبة كل بيسكت وفيه اللي بيقول وفيه اللي بيسمع والإحنا مرين بي ده برضو مكتش حاجة سهلة الحب والإحترام ده كان أساس كل حاجة والسكر اللي ما بنا دي لا يمكن تتعدى بسهولة وقدينا هو بنبدأ صفحة جديدة وكفاية بقى اللي حصل لحد كده طيب والله عندك حق أنت يعني أنا ما قدرش عايش من غيرك على فكرة أنا كلمت وممت كنت بتطمن عليها وقاكين أنت بتطنشها خالص ما أنت بقى بقيت وصحابة وبتكلموا مع بعض من هرايا وكده طيب وانت بساني بتكلم بجد على فكرة أنت لازم تكلمها وتتطمن عليها حاضر يا سدي بعدين دي أمي هتوصيني على أمي ماشي يا سيدي ربنا يخلي هيلك طيب بقولك إيه كنت عايز تكلم معك في موضوع باباكي بابي؟ آه عايزك تكلميه أكيد هكلمه بس أنا مستنية لوقت المناسب الموضوع ده مفيه وش وقت مناسب ومش مناسب وبعدين ده في الأول في الآخر باباكي ما أنا عارف أنه هو في الأول في الآخر بابايا وإنت عارف أنا بحبه قديه ماشي طب مش يلا بقى تخشتني دي مومتك عشان ننزل نجيب الحاجة اللي احنا نتفان عنها أهي جاتي في وقت كن لسه في صارتك مش عايزين تأكلوا حاجة تشربوا حاجة ناكل إيه ونشرب إيه نزلي كل ده لسه مالبستيش لأ أنا وراي شوية حاجات في البيت لازم أعملهم روحونتوا وأنا مستمي إياكم مش يا مو ماشي ماشي